موسيقى 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 سيدة رولة العليلي موجودة معنا اليوم مديرة القبول بمدرأ بي جامعة بيروت العربية رح نحكي أكيد عن الاختصاصات الموجودة بها الجامعة عن كيفية قبول الطلاب اللي ساليزم يحضروا حالهم هلأ أهلا وسهلا فيك أهلا فيك بونجور أول شي لإليك وجميع المشاهدين الحقيقة اليوم نحن حابين شوي نحكي عن الاختصاصات الموجودة بالجامعة جامعة بيروت العربية هي تتميز بتعدد الاختصاصات اللي وصل عددها تقريبا لل 47 undergraduate programs هيدول البروغرامز بتوزعوا على عشا فاكلتي اللي هنه الفاكلتية of human sciences في عنا الله and political science الحقوق في عنا البزنس administration في عنا الاركيتكتشور اللي بتضم البروغرامز of architecture والديزاين البروغرامز مثل الانتيري ديزاين، الگرافيك ديزاين الانسكيب ديزاين وكمان فيه نيو بروغرام طرحناه سنت الماضي اللي هو الفاشن ديزاين، مننتقل كمان في عنا الفاكلتية of science، الفاكلتية of engineering كمان طرحت السنة تونيو بروغرامز اللي هنه البيوميديك الانجينيرين والكميك الانجينيرين، وسيبعا كيفي عنا البيترولوم انجينيرين كمان في عنا الفاكلتية of medicine فارماسي، دانتستري والهالي ساينس طبعا كمان بحب أذكر انه دانتستري نحنا الواحدين بالبنان اللي بنعطيها بالانجليش لانجوش كمان هيدا بنتفرد فيها لهيدا البروغرام عقل حال الاختصاصات اللي حكيتها عنا أغلبية هي اختصاصات جديدة اختصاصات يعني بتواكب من تطالبات السوق طبعا نحنا دايما هدفنا كمان نواكب سوق العمل وخدمة المجتمع طبعا كمان بحب أذكر ان هيدول اختصاصات موجودين بثري كامبسز طول الجامعة بدءا من المين كامبس ببيروت دبيا كامبس بقضاء الشوف كمان في عنا كامبس بالشمال بترابلوس وان شاء الله قريبا حيكون في دراسة بكامبس اللي بقع بتاعنا وكمان من أصبع بالنسبة للطلاب هو شو اللي بدون يختاروه طبعا نحنا موجودين نحنا هدفنا أو الديوتيز تاعت الادميشنز اوفيس انه توجيه وإرشاد الطلاب يعني نحنا موجودين لحتى نجاوبهم على كل أسئلتهم على كل مخاوفهم حتى هالشي بصير عبر التواصل مع الطلاب نحنا بنعمل بدءا من سكول فيزتز منزور المدارس نحنا تقريبا نزور كامل المدارس اللبنانية بكافة الأقضية اللبنانية إن كان مدارس خاصة أو مدارس رسمية ماي اللي منلتقى مع طلاب الجريد 11 والجريد 12 طبعا لحتى نخبرهم أكتر عن الجامعة نعرفهم عن الميجورز نخبرهم شو الادميشنز ريكوارمتز السيدنت لايف الفاسيليتيز الموجودة كمان ومش بس داخل لبنان نحنا كمان منشارك بإكزيبيشنز خارج لبنان السنة سفرنا على أبو دبي شاركنا بإكزيبيشنز هنا كمان والتقلنا بعدد كبير من الجالية اللبنانية كمان زرنا السعودية زرنا مدارس بجدة والرياض كمان بالركروتمنت في عنا إيفانت كتير مهم بيصير بالجامعة اللي هو الأوبن دورز إيفانت الحقيقة نحنا مننظم هالإيفانت بالثلاثة كامبوس بالمين كامبوس ببيروت وبالدبية وترابلوس هالإيفانت بيصير يوجول بنوفمبر بندعي كل المدارس كمان رسمية وخاصة حتى معاهد بنحب التلميز يجوا يشوفوا الجامعة أكتر أصلا أحسن لقلون يجوا يشوفوا كيف الجامعة كيف الحياة الجامعية بيشوفوا الفاكلتيز بيشوفوا الكلاسرومز الكلينيكس اللابز بيلتقوا مع الأكاديميك ستاف كمان لا يستفسروا أكتر عن الميجرز اللي حابين يقدموا عليك نحن يخذ وقافة صغيرة مداما عليلي ونجعا نحكي نحن وياكي عن أجواء الجامعة وحياة الجامعية الكثير مهمة بالنسبة للطلاب عن شروط عملية القبول بها الجامعة وكمان المساعدات المالية الكثير مهمة بعدها الوقف منتبع مع سيد رولة العليلي مديرة القبول بجامعة بيروت العربية ومنحكي أكتر عن طلاب علاقتهم بالجامعة حياتهم الجامعية وشروط القبول والمساعدات المالية كمان شو هي شروط القبول مثل ما فهمنا لكن أنه في تلميذ من لبنان أو مقيمين في لبنان في تلميذ بيجوا من الخارج كمان تيدرسوا بالجامعة نحن الجامعة بتعتمد لقبول الطلاب على طبعا على two conditions الأول condition هي المعروفة أنه لازم يكون حاصل على الثانوية العامة أو أي شهادة equivalent لهذه الثانوية العامة الثاني condition هي أكيد امتحان القبول الـ entrance exam أو امتحان الدخول according to the majors التي يقدموا عليها سيكون في امتحان دخول للأستودان طبعا كل اختصاص قال له امتحان دخول مختلف عن الاختصاص ولكن كل الاختصاصات في امتحان دخول طبعا في امتحان دخول وإذا مش امتحان دخول سيكون فيه interview بالإجمال ونحن بالحقيقة بنعين امتحانين دخول بالسنة أول امتحان بيكون عادة بأيبرل السنة عملنا بأيبرل فرست وطلعوا النتائج الحمد لله وكان في عدد كبير من المقبولين تاني entrance exam إن شاء الله سيكون بعد العيد بجولاي 18 هلأ تاني امتحان دخول هدف منه كمان إنه فيه كتير تلميز مثل ما قلنا موجودين خارج لبنان يعني ما لحقوا يمكن يقدموا لأول امتحان أو حتى اللي قدموا لأول امتحان ما حالفهم الحظ يمكن يكون عندهم تشانس إنه يرجعوا يعملوا امتحان بجولاي لعلى سم ميجر طبعا يمكن ما يكون لكل الاختصاصات يكون فيه امتحانات تانية إن شاء الله حيكون الامتحان بجولاي 18 نحنا بلشنا ناخد ومستمرين بهذا الشيء لبعد العيد كمان 47 اختصاص التانية تقريبا ده غير البوست جراجوة بروغرامز كمان هنا 95 وأكتريت هال بروغرامز كمان هنا حصلوا على الانترناشنال اكريتيشن نحن نعرف قديش الاخريتيشن هلأ الاعتماد الدولي مهم وضروري للطلاب إن كان داخل لبنان مشانسوق العمل حتى خارج لبنان حتى لمتابعة دراساتهم العليا خارج لبنان الطلاب اللي بيجوا من خارج لبنان في دورمز طبعا من أملهم هيدا الشيء بالدبيا كامبوس أكيد في دورمز للسيدنس كمان في كل الفاسلتز يعني للسيدنس نحنا بهمنا كمان راح تتطالب مش بس انه يتعلم كمان يكون مرتاح بحياته الجامعية حتى في عنا ماني اكتيفتيز بالجامعة الكلابز السوشل والارتستيك اكتيفتيز كمان مرجو الابن دورز يتعلم بالجامعة نحن بالدبيا كامبوس هون الطلاب كانوا عم بيبرمو عم شوفوا اللابز وعم شوفوا الارتستيكتر بتخيل من أهميات الابن دورز مش بس انكونا عم تعرفوا على الاختصاصات لما بيكون بقلب الجامعة فيها الزيارة كمان أجواء الجامعة اللي بيكون عتلين هم يعني الشبق أو الصبية وين راح يعيش هالأبع خمس سنين أو أكتر من حياته اللي هن كتير مهمين طبعا هنا هن عم يحتك مع الطلاب وعم يحتك مع الأكاديميك ستاف اللي هو هيكون أستيسته لبعدين يعني حيقدر يتلقى المعلومة كمان أكتر عن الماجر اللي هو حاب يقدم عليه من هيدا الإيفانت يعني أكيد لما يعيش اللحظة غير لما يسمع عنها الحياة الجامعية بجامعة بيروت العربية كيف هي وبنعرف كتير منيح أنه هل كم سنة بالجامعة بيكونوا شخصية الشاب والصبي من بعدنا يكونوا ظهروا من المدرسة اللي محميين فيها كليا إلى العالم الخارج نعم نحنا أكيد بهمنا أنه السيدانت مش بس يتعلم وياخد الديجرية نحنا بهمنا أنه ينمي شخصيته ينمي قدراته سكيلز تعييته هذا الشيء دايما أكيد بمواكبة الأساسية مواكبة الفاكلتي بتاعيته أكيد حتى في عنا مني سنترز بتاعنا بأنه نقوي سكيلز تعول السيدانت ويركشوب وكما نحنا بهمنا راحته للتلميذ راحته المادية سنتقل على المساعدات المعروف أنه جامعة بيروت العربي مما لا شك فيه أنه رسومة دراسية مدروسة بطريقة أنه تلقم كل فئات المجتمع بالإضافة لهذا الشيء كمان نحنا نطرح عدة برامج لمساعدة الطلاب بدء من الفاينانشال أيدي اللي هي كل تلميذ أنه يقدم عليها طبعا ضمن شروط فيه لحتى يقدم على الفاينانشال أيدي مندرس الوضع الاقتصادي والاجتماعي للستودنت إلى جانب وضع الأكاديمي طبعا وبيزد على هذه الدراسة حين أعطى ديسكاونت ومش بس فيه فاينانشال أيدي كمان في عنا سيبلي سكاونت اللي هو حسم الأخوي أي أخوي موجودين مع بعضهم بالجامع ويدرسوا بنفس السيمستر كل واحد منهم سيطلع ديسكاونت كمان في شيء اسمه رانكينج سكولارشيب هذا رانكينج سكولارشيب يعتمد على جي بي اي تاستودنت يعني لكل ميجر ولكل يعني مندرس وضع تلميذ منعمله من بعد الفانل الاجزام سيطلعون سكولارشيب بكل ميجر يعني تتروح توصل الـ 80% إيمت المنحة كمان بنسبة كبيرة من الطلاب يأتي من الخارج اي طبعا نحن 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 من دول الخليج سعودية أو كويت أو قطر أو امارات ومش نحن هلأ كثفنا زياراتنا للخليج للمدارس حتى نلتقى أكتر مع هذول الطلاب حتى نقدر نلبيلهم نجاوبهم على كل أسئلتهم 47 اختصاص ممكن يكون في أول سنة يكون أوقات شاب وصبية مش مأكدين من الاختصاص يالي بدون يمكن يكون في تعديل بتاني سنة يجول الستودنس لآخر اللحظة بتلاقيونا عم بيغيروا بقراراتهم يعني بين قبل من ميجور يمكن نحن ستودنس كمان في ميزة بجامعة بيروت العربية بيقدر يقدم على أربع ميجور بنفس الوقت يعني يعمل امتحانات دخول لأربع ميجور بس بيحطهم طبعا باي برايورتي هلأ نقبل بأول ميجور نقبل بأother ميجور كمان بيقدر يحول على طبعا حسب الكاباسيتي بهذا البروغرام بس يجولي أكيد أول سمسطر مرتاح التلميذ بيقدر يقدم بس خيرا نرجع من عيد إن شاء الله سيكون بجولاي 18 ونحن موجودين كمان حتى نستقبل حتى فيوني تواصلوا معنا عبر الإيميل حيمروا على الشاشة وكمان بالويب سايت يعني بيقدر يفوتوا على رولا العلي لمديرة القبول بجامعة بيروت العربية أهلا وسهلا فيك أهلا فيك شكرا وعافية لأوبا نتابع